دعم الشعب الصحراوي من أجل ممارسة حقه في تقرير مصيره هو ما أجمع عليه المشاركون في الندوة الدولية العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي مع التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل في حق الشعب الذي يناضل منذ أكثر من 47 سنة نقف دائما إلى جانب الشعب العربي الصحراوي في نضاله لنيل الاستقلال وتقرير المصير لأن هذه القضية هي قضية تصفية استعمار بامتياز وهي آخر قضية تصفية استعمار في العالم لا بد أن تنتصر هذه القضية سريعا وأن تسقط هذه القوى المعادية لهذا النضال وهي معادية لنضال شعوبنا أصلا من أجل التحرر والاستقلال والحرية شهدت الندوة مشاركة قوية للدول العربية ويرى العديد من المشاركين أن القضية شهدت تعطيما على المستوى العربي والدولي مما يفرض إشراك الرأي العام العربي عبر وسائل الإعلام للتعريف بحقيقة القضية الصحراوية لا بد من تحريك هذه القضية أو على الأقل إيجاد حل عادل لها حتى تنتبه الشعوب أو تنتقل الشعوب من حالة الجمود الحالية وحالة التربص الحالية إلى حالة التفاعل والعمل والإنتاج والاندماج وغيرها هناك مظلمة يتعرض لهذا الشعب لمدة 47 عام الشعب تم تهجيره من أراضيه خيقة المجتمع الدولي والمجتمع العربي بالخصوص عليها أن يلتفت لهذه القضية كلنا مؤمنين أن الشعب الصحراوي على مدى نصف قرن تعرض لمظلومية كبيرة لأنه يرزح تحت نير احتلال مغربي قاشم كانت الندوة فرصة لدعوة المشاركين إلى توسيع التضامن العربي مع الشعب الصحراوي ودعمه في قضيته المشروعة في ظل التحولات التي تحدث في العالم العربي وفي ظل القوانين الدولية التي تطعم حق الشعوب في تقرير المصير صحراوية